بحضور أكثر من سبعين دولة في مؤتمر إعمار العراق بالكويت يطرح العراق خطته لأكثر من مائة وخمسمائة وسبعين مشروعا استثماريا الحكومة العراقية بدورها أعلنت في وقت سابق عن حاجتها لمائة مليار دولار لعادة إعمار البنى التحتية للمناطق المحررة من داعش الإرهابي إن شاء الله في مؤتمر إعادة إعمار العراق سيكون هناك مشاركة أردنية بعد أن يطلع على المشاريع المطلوبة والجدول الزمني لهذه المشاريع حتى يستطيع إن كان الصانع الأردنية أو المتعحد أو المقاول أو حتى التاجر يزود الأقوى في العراق ويشارك أقوى من العراقيين مساهمة في إعادة الإعمار النوايا جيدة التحضير كبير هناك آلاف الشركات كما سمعنا 1800 شركة مشاركة من 72 دولة مجلس الأعمال العراقي سيشارك بفعالية كبيرة وبعدات كبيرة من رجال الأعمال وسنحضر ونناقش ونطالب توقع بوصول عدد الشركات المتعددة الجنسيات المشاركة لأكثر من 1800 شركة استثمارية يشارك في المؤتمر بشكل رئيس الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والعراق وبرعاية كويتية اليوم هذا المؤتمر يعتبر مؤتمر في غاية الأهمية لنا كأردنيين وذلك بحكم الجوار بين الأردن والعراق نستطيع التعاون والاستفادة من الخبرات الأردنية في مجالات عدة من مجال الخدمات الناقل اللوجستي ميناء العقبة الخبرات الهندسية والخبرات الإدارية الموجودة لدى الأردنيين لا طالما كان الأردن من الدعمين إلى العراق في كافة المجالات اقتصاديا وسياسيا هذا المؤتمر سيكون له إن شاء الله تبعات اقتصادية إيجابية على العراق الشقيق حضور رسمي للأردن في مؤتمر إعمار العراق في الكويت ولا طالما كان الأردن دائما للعراق في شتى المجالات السياسية منها والاقتصادية من عمان يعرب السالم العراقية آي أم إن